الدولة قالت هنطرح مجموع الشركات واثنين وتلاتين شركة وشركتين بتوع الجيش واثناشر شركة ايضا مملوكين لجهاز الخدمة الوطنية للقاتل المسلحة طيب احنا الناس بتسأل فين الشركات اتباعت فين الشركات هم مجوش ليه والسندوق بيسأل والناس بتسأل والمستثمرين بيسألوا فيه عندك عقارين ثلاثة بتبيعهم فمستني تعمل تقييم مظبوط عشان الناس اللي هتخش معك تشتري او تشاركك يبقى على بينا اعتقد الملاكن احنا محتاجين نصرع في هذا ورئيس الوزراء مع المجموعة قاعدين بيراجعوا عمل الصندوق الصندوق عمل ايه خلال الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات مش الفترة اللي فات شغلين باليوم لان ما عندناش وقت محتاجين بسرعة نعمل عملية طرح نعمل عملية توسيع لقارة الملكية نعمل عملية جذب المستثمرين جدين نعمل عملية ان احنا ناخد نفس اقتصادي في ظروف شديدة التعقيد بقول انه رئيس الوزراء قال في العاشر من رمضان احنا عندنا تقريبا عوائد تخش مصر اثنين مليار دولار قبل السنة المالية قبل كام؟ قبل تلاتين ستة اللي جاي يعني النهاردة احنا في شهر خمسة تمانية خمسة اقل من شهرين هيكون بيعنا حاجات او بيعنا اسهم او طروحات باثنين مليار واعادها وكررها وزير المالية خلال مداخلاته خلال الفترة الماضية وشركة صافي وطنية قال انه قارة البيانات والمعلومات عن الشركتين اتقدموا للمستثمرين وكان فيه استفسارات تم الرد عليها وعرض كبير من المستثمرين ابدأ بشكل جدي رغبته في الستثمار في هاتين الشركتين اتكلم ايضا رئيس الوزراء مع المجموعة زي ملفة المتحدث الرسمي قال تطرق الاجتماع الايضا لمجموعة مشروعات خمس مشروعات توسيع قاعدة الملكية او المشاركة فيما يخص توليد الطاقة في جبل الزيت محطة كهرباء سيمينس وارض الحزب الوطني وصلت لمرحلها النهائية مع المستثمرين اللي هيخدوها ومشروع توليد الطاقة بالزعفرانة والنصر الكيميات الوسيطة يا جماعة الشركات دي توليد الطاقة في جبل الزيت وشركة محط كهرباء سيمينس وارض الحزب الوطني اللي في التحرير توليد الطاقة بالزعفرانة والنصر الكيميات الوسيطة دي من المشروعات اللي النهاردة كان بينقشها مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء مع المجموعة الخاصة بالسندوق يعني معناها ان فيه تحرك ومتابعة دقيقة لهذا الموضوع او الملف اللي كتير من الناس بيسألوا عليه فين؟ طب هو الناس ما جاتش يشتري عشان مش ضمضين والناس قلقانين والناس شايفين ان الصورة صورة طب هل فيه مؤامرة انه محدش يخش يشتري لا الناس بتقول اهو الملتسفرين قاعدين بنناقش بنتحاور بنروح بنيجي بنقدم معلومات بنقدم بنرض على الاستثارات واذي المشروعات هنشوف احنا النهاردة 8 مايو الكلام اللي قاله رئيس الوزراء 30 يونيا اكون عندي شغل بتين مليار دولار ان شاء الله داي فوقنا ويخلينا ناخد نفس وخلينا دايما نتفائل وخلينا دايما ننظر الى جانب الكوب الممتلئ او النص الممتلئ من الكوب ولا نغرق فيه مزيد من التشاؤم حول الوضع الاقتصادي